مفيش ولا اروع من كده بجد وصفة جميلة جدا لشد البشرة وترتيب البشرة وتفتحها وكمان بتديلها نظارة حلوة قوي كمان بتخلي البشرة صافية ونقية وما فيهش اي شوائب ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجانب اول حاجة هحتاج معي القرنفل والقرنفل من الحاجات الجميلة جدا اللي بتشدت بشرة وكمان بتقلل التجعيد والخطوط التعبرية وكمان بتدي للبشرة نظارة وبتفتح البشرة على فكرة احنا مش هناخد غير ميت القرنفل فاية القرنفل مش هتبقى حمية زي ما انتم متخيلين ولا هيبقى فيها اي مواد حمية على البشرة خالص خالص لان احنا لسه هنحط عليها مكونات محدش يلق من نقطة دي لان اساسا انت شوفي فوايد القرنفل على جوجل بجد هتخذي منها فوايد رهيبة حطيت 10 حبات من القرنفل وهبدأ اضيف عليها ربع كباية مية مش هكطر المية انا هحط بس بقية كباية علشان خاطر انا عايزة يبقى المية بتاعته مركزة هرفعها على النار لحد ما تبدأ تغلي معايا واللون يتغير بتاع المية وساعتها من هنا هرفعها من على النار انا حطيتها على النار نار عالية عادي وتسيبيها تفضل تغلي بصوا هنا اللون بيبتدي يتغير هسيبها حوالي 3 دقايق وبعد كده هشلها من على النار تمام كده خلوش التاع من على النار والمية بتاعت تسفر زي ما انتوا شايفين هركنا شوية على جنب لحد ما هبدأ اجهز الخلطة وهبدأ بعد كده احط المكونات بتاعتي على بعضها معايا نشا وهبدأ احط معلقتين من النشا مليانين النشا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتدي نظرة للبشرة بتفتح البشرة جدا بتقلل المسام الوسعة كمان بتمتص الدهون الزيادة بتدي نظرة للبشرة من الحاجات الحلوة قوي وخفيفة على البشرة هو النشا فحطيت معلقتين صغيرين من النشا الدرة هبدأ اضيف عليها كمان معلقة مليانة من الفازلين الفازلين مرتب قوي جدا للجسم وللبشرة بيفتح البشرة بيخلي البشرة راتبة فيها نظرة خصوصا ان احنا في الشتاء محتاجين ترتيب قوي ان كان للبشرة او للجسم فهنا حطيت معلقة من الفازلين وهبدأ ان انا ادمجهم كويس قوي لحد ما يبقى الفازلين لامم كل النشا من الطبق الخطوة دي مهمة يا بنات ان انت لازم تدخلي كل النشا جوه الفازلين فهقلب كويس قوي وبعد كده هنرجع نكمل هنا حاولت اقلبهم كويس جدا ولميت النشا كلهم مع الفازلين ولازم نقلب كويس علشان اتخذ نتيجة حلوة اضيف عليها معلقة من مية الورد كبيرة مية الورد من الحاجات الحلوة قوي اللي بتقلل التجعيد فتح البشرة جدا وكمان بتقلل المسام الوسعة وغير كده وكده كمان بتجي ترتيب ونضارة جميلة جدا لبشرتك حلوة اول فحطيت حوالي معلقة كبيرة وهبدأ برضو ادمجهم كويس طبعا المكونات عما بتجي تقلبها في الاول بتبقى رخمة شوية بس الطول ما انت ايدك فيها وبتقلبك كويس هتبدأ تندمج معاكي خالص هوا الرهالك برضو في اخر الفجوية مندمج جماعية وكمان بتقدر تفرديها على بشرتك او جسمك بكل سهولة الخلطة دي قوية جدا في التفتيح وفي الترتيب وكمان بتشد التجعيد وبتديك نضارة حلوة جدا للبشرة اضيف عليها معلقة من زيت اللوز الحلو وده عشان يرتب اكتر وكمان يخلي البشرة فيها نضارة وبيشد البشرة وطبعا زيت اللوز الحلو من الحاجات الجميلة جدا للخطوط الدقيقة بجد حلوة قوي قوي وكمان بيصف البشرة جدا هابتق بقى ان انا قدمج كده وقلب كل المكونات في بعضها على قد مقدر عشان اعرف كابل بيئة الوصفة اي وصفة عشان تبقى نكحة معاكي 100% اللي لازم تدمجيهم كويس جدا وده اللي عيخلي الوصفة تبقى نعمة وجميلة معاكي هنا عضيف معلقة صغيرة من زيت جوز الهند زيت جوز الهند من الحاجات الحلوة اللي بتفتح البشرة وبتدير عطارتيب وبتدير نضارة كمان بتخلي ريحة الوصفة وريحة البشرة جميلة جدا زيت جوز الهند من احلى الحاجات اللي بجد اللي ممكن تستخدميها خصوصا في اي وصفة بيبقى خفيفة على البشرة ريحته جميلة وكمان فويده لا تعاد هابدق بقى ان انا قدمج كل المكونات كده مع بعضها وبعدين نرجع لكم هنا ده مكتون كويس هابدق بقى اضيف معايا مية القرونفل هابدق احط كده حوالي معلقتين كبار من مية القرونفل طبعا القرونفل خاطير جدا للبشرة وفويده جميلة جدا وكمان بيحلوة قوي قوي للناس اللي عندها تجعيد وخطوط تعبرية وخطوط دقيقة بجد حلوة قوي قوي القرونفل هابدق بقى ان انا قلبهم كويس وادمجهم كويس جدا لحد اما كله كده يدخل في بعضه لو حسيت ان الوصفة هتبقى معاك سيلة شوية حط عليها معلقة من النشا كمان عشان تثبت القوام ويبقى معاك مصبوط وزي ما احنا شايفين قوامها جميل جدا ومتماسك وطبعا تقدر ان انت تحطي كابسولة من الفيتامين اي لو انت حبه انا هستكفي بالوصفة كده لان زيت اللوز الحلو من الحاجات اللي ملينا بالفيتامين ايك هابدق ان انا افردها كويس جدا على البشرة ان كان الوجه او الجسم حلوة اوي لو انت بشرتك دهنية بزيادة يفضل ان انت متستخدمهاش عشان الفازلين لكن البشرة الجفة البشرة المختلطة البشرة العادية يقدروا يستخدموها عادي جدا بابدأ ان انا اعمل حرقات دائرية على البشرة وانا حط المص وبسيبها من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير وبابدأ ان انا بعد كده امسحها مش بخسلها انا اهم حاجة ان انا اكون شايلها من على بشرة الاول بمنديل وبعد كده بابدأ ان انا اخسلها شوفي النعومة والجمال وبجد حلوة اوي البنات بقال لبشرتك دهنية تعالوا انا هعملكو وصفة حلوة جدا وكمان يقدروا يستخدموها جميع انواع البشرة هدي اعملوا الوصفة جميلة جدا بس تعالي وريكي النتيجة الامر اللي احنا عملناها عايز اقولك نعمة جدا البشرة وجلدك ناعم راتب جدا وبحلوة اوي جربوها اتعجبكم الوصفة التانية سهلة وبسيطة ونفس النتيجة ونفس الفوائد بس كمان بشرة دهنية هتعملها معينا هياخد معاي معلقة من النشاو طبعا احنا عارفين فوائد النشاو وجماله تمام كده هبدأ اضيف عليها معلقة من القرونفل اللي هي مية القرونفل اللي احنا كنا عاملينها هبدأ ان انا احط كده معلقتين منهم او معلقة كبيرة وهبدأ ان انا ادمجهم كويس الاول وطبعا زي ما قلنا النشا خفيف جدا على البشرة وما بيخليش ان البشرة فيها تحسس ولا بيطلع لها اي حبوب وكمان خفيف وسهل جدا على البشرة والقرونفل تحفة جدا كل مكون انا حطا خش بحاسي علي في جوجل ويشوف المكونات والفوائد عضيف معي نصف معلقة من الشوفان الشوفان من الحاجات الجميلة جدا اللي بتدي نظرة للبشرة بتفتح البشرة كمان بيخلي البشرة صفية بيعمل سكراب حلو جدا وبيزيل الجلد الميت وكمان الشعر الوبري من الحاجات الحلوة قوي الشوفان هبدأ بقى ان انا قلبهم كويس كده طبعا اللي حابب يديف كابسولة من الفيتامين ايه يبقى فل لو عندك ديفي ده اضيف معي معلقة من زيت جوز الهند معلقة صغيرة جدا وطبعا كلنا عارفين فواية جوز الهند وكمان بيدي ريحة حلوة للبشرة ياخد كده حاجة بسيطة صغننة يعني ربع معلقة صغيرة او معلقة صغننة جدا مثلشان انا عاملة الكمية قليلة فهنا حطيت حوالي ربع معلقة صغيرة من زيت جوز الهند طبعا هو هنا مجمد معي علشان الشتاء تمام وهبدأ بقى ان انا ادمجهم كويس اوير لحدا ما ينعموا معي خالص زي ما انت شايفة كده وهنا بقى الوصفة سهلة خالص وبسيطة ومش محتاجة اي تعب ولا اي مجهود حاجات كلها خفيفة وبسيطة هبدأ ان انا بقى استخدم الوصفة معي كوامها هنا انا كنت باشوفه ناعم معي ولا هيبقى تقيل لكن هو تلعي معي حلو وممكن اضيف كمان معلقة من ميت الورد لو انت حبه او ممكن تخففي كمان بحبه من المحلول بتاع القرنفل وهبدأ بقى ان انا ادهن كويس على بشرتي وطبعا عايز اقول لي ان ده خرافة للبشرة بجد بشرتك تبقى صفية نقية ما فيهاش اي شوائب ما فيهاش اي حبوب جربوها اتعجبكم جدا ما تنسوش بقى تعملولي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس وشيل اسحابك عشان يستفادوا زيكم ويا رب يكون وصفتنا سهلة وبسيطة وعجبتكم مباي باي باي